تعالوا نعدي بقى موضوع التطبيع ده ونهدى شوية كده ناخد نفس وتعالوا أحكيلكوا حكاية تدحك أو الله هي حكاية تدحك قوي حصلت أول مبارح وزي ما احنا عارفين كل لعبة رياضية لها اتحاد اتحاد بينظم اللعبة وبيحكم قوانين اللعبة إن كان لها دوري أو كاس بينظم البطولة وبيبقى مسؤول عن مكافآت اللعيبة أو الخاص منهم وهندلت الموضوع كمان الاتحاد ده بيبقى مسؤول عن المنتخب الوطني اللعبة اللي هو مسؤول عنها كرة قدم طايرة بسك أي حاجة طيب قصتنا النهاردة عن اتحاد كرة القدم المصري الخاص باين من اسمه بلعبة كرة القدم زي ما احنا عارفين بطلات المنتخبات الكؤوس والمديليات بتاعتها بتكون فين بتكون موهودة داخل الاتحاد المصري عندهم دولاب كده تدخل من الريسبشن تسيب قودة متحة شلبي زمان الله يرحمه اللي بعد يجي سكن فيها عزم مجاهد الله يرحمه برضو وبعدي سكن فيها واحد تاني دلوقتي اللعبة دي على يمينك تسيبها تخش كده تلاقي السلم اللي بتطلعك على الدور التاني ودلاب كبير مليان ايه كؤوس ومديليات طيب لو مثلا المنتخب ده فاز بتلت بطولات وراء بعض اتحاد الكورة بيحتفظ بالكاس بتاعت البطولة مدى الحياة تمام زي مثلا بطولة افريقيا اللي مصر كسبتها من اول 2006 2008 2010 طيب الحمد لله انجاز حلو وربنا يرجع الايام بتاعت البطولات دي تاني لان احنا كسوعنا في اخر بطولة يا ترى بقى الكؤوس دي عامل ايه دلوقتي تعالوا نشوف اختفاء كأس امم افريقيا من مقر اتحاد القرى المصري وكان اول من اثار الجدل في القضية دي يا جماعة واعلن الخبر ده هو الاعلامي احمد شبير اللي بيعتبر حاليا افضل اعلامي رياضي مصري ومن زمان على فكرة يعني خلينا منصفين وخلينا نحط كل حاجة في مكانها هو الراجل احمد شبير تتفق تختلف معاه سياسيا اللي انه هو اول من صنع الاعلام الرياضي في مصر كلها وكل اللي قاعدين في استوديوهات دلوقتي وبيحللوا ولا في قنوات ولا ما اعمل لهم برامج كبيرة جدا من صغيرهم ليه كبيرهم طالعين من تحت ايد احمد شبير نقطة ومن اول الصدس نكمل بقى الموضوع اللي كمان اكيد احمد شبير ده هو كان في يوم من الايام رئيس الاتحاد عايش جوها الاتحاد تمام وكان نائب رئيس الاتحاد المصري وكان نائب سمير زاهر ايما كان الاتحاد المصري بياخد البطولات دي التلب بطولات دول واللي كمان زي ما بقول لكم بما انه بيتقلد هذه المناصب فاكيد له عيون داخل الاتحاد فهو اول من اثار هذا الموضوع تعالوا كده نشوفه ال ايه وعلى فكرة لما تسمع اي حاجة تخص اتحاد الكرة او الرياضة واحمد شبير بيتكلم اسمع تعالوا نشوف عايزين يعملوا متحف فلو تعمل متحف حتجيب الكؤوس حتجيب المدليات حتجيب الناشين حتجيب شوية الحاجات الجميلة بحيث انك لما تدخل الاتحاد داخل اتحاد كرة اتحاد مصر اللي هيحتفل بالمقاوية بتاعته بعد شهور بامر الله سبحانه وتعالى فجم دوروا على ايه دوروا على الكاس بتاع افريقيا اللي احنا احتفظنا به مدى الحياة جميل جدا ففين يا جماعة الكاس فروح هنا روح هنا روح هنا روح هنا روح هنا ايه ده كاس مين فسألوا الكابتين احمد حسن انتوا هتلبسوني تقوم كاس ايه اللي انا خدته طب انا يعني ما حصلش يعني الرجع رفع كاس بطوله ماذا قالوك لأ ماذا ان نستلم لأ طب ماذا ان نرجع برضو لأ ففين الكاس يا جماعة اكتشفوا ان الكاس مش موجود كاس افرخيا اللي مسرح احتفظت به مش موجود في اتحاد الكورة ايه والله انا مش بهذر كاس افرخيا مش موجود في اتحاد الكورة يا رجالة وشو بير بقولك والله ما بهذر والله يا كارتن شو بير عافين انت ما بتهذرش قال فين الكاس فين الكاس ايه هو قلم هتدور عليه في درج ده كاس هنا بقى بتحضرني الجملة الخليدة اللي قالها الاستاذ الاعلام العظيم توفيقه كاشا في إحدى إصداراته اللي كنا بنستناها بفارغ الصبر لما قالك هي أذريبه يا ابني هي أذريبه يا حبيبي يعني إيه الكاسب يختفي من اتحاد الكورة هي طابونة أي حد يدخل يجيب أي حاجة عايزها ويخرج هي المفروض مش طابونة بس بعد اللي هنشوفه ده خلينا أقولك أنا آسف أنا أعتذر وأقدم كامل لاعتذار لاصحاب الطوابين والفرانين الناس المحترمة اللي بيبقوا عارفين اديه قد إيه وبيعملوا قد إيه وبيطلعوا عيش قد إيه والطابونة والله العظيم ديها أنظام تعالوا نشوف كده اللي أسوأ بقى من الطابونة أهو مش بس كاس الأمم اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلية إيه ده بقى عشان نخلص بقى ومفيش بقى حد يقولك إيه كاس الأمم طب الدرع والنبي بتاع مش حايف إيه طب والنبي ده وقلنا على الماديليا بتاعت مش عارف مين طب الماديليا مفيش يا معلم خلص وقت الليلة ومدام فيه كاس تسرق انسرقت اسرق جمل خلاص بقى ما هو اللي هياخد الكاس بتاعت أمم أفريقيا هياخد الكاس يعني ويسيب الكؤوس التانية هتقعد لوحدها في الباترينا الكبيرة دي مايصحش وهتروح المتحف إزاي لوحدها فقال لك إيه أمواخ كل الدروع والكؤوس وطبعا حدث زي ده عمل ضجة كبيرة وخلى نجوم كتير تطلع تعلع على الخبر ده كان من ضمن النجوم دي مين الكابتن الخلوق ربيع ياسين نجم منتخب بصر في كاس العالم تسعين قال إيه تعجب ربيع ياسين المدير الفني المنتخب مصري الشباب بمسألة سرقة الكوس على اعتبار أنه محدث يعتبر أزمة كبيرة تضر الرياضة في مصري بشكل عام وليس على مستوى المنتخبات المصرية وأضاف أنه يجب فتح تحقيق عاجل وسريع في مثل هذه الأزمات من أجل محاسبة الشخص الذي تسبب في وصول الأمر إلى سرقة مقتنيات اتحاد الكرة في فترة الأخير كمان الكابتن شط نجم النادي الآلي في السبعينيات علق وقال إن هناك محضر استلام وتسلم يحدث في أي اتحاد أهلي بكافة مش عارف المقتنيات وغيرها من الأمور الأخرى وكان يجب نحن ذلك مع رؤساء اتحاد الكرة يعني بيقول فين اتحاد الكرة وفين رؤساءه طيب أحمد حسن نجم منتخب مصر اللي شال الكاس ده في يوم من الأيام وقالوا له الكاس عندك قال لهم والله ما شفت والله يا معنمي ما دقته تعالوا نشوف كده عمل تويتا وقال لك وأنا كمان أحكي لكم حكاية أنا يا جماعة مش شايف هروح على الطرق روح بقى على أحد طرق قال له وأنا كمان أحكي لكم حكاية شرباط قال لك كاس مش عارف إيه ضاع واسأله أحمد حسن دولار بعة يا بابا انت وهو عشان لو ناسين ولو عايزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كاس خامس وأنا فعلا والله فعلا عايشين كوميديا هبطة بس الصورة فعلا حلوة والله يا أحمد فعلا صورتك حلوة مع الأربع كؤوس وده اللي انت استفدت يا أحمد لأن انت كده يا أحمد الصورة دي بصراحة تبقى تمنها كبير جدا وممكن تتبع بقى تمن كبير لأن خلاص الأربعة دول مش موجودين الأربعة دول مش موجودين يا جماعة لما حصلت مشكلة سرقة الكؤوس اتخيل اكسم بالله انت عايف انت لما تكون مثلا ناسي ايه ناسي القلم بتاعك ما احد قلم ايه ما انا مش لايه حاجة اقولها والله العظيم يعني انت بتسألش عن الحاجات دي أصلا ده كاس أفريقيا يعني انتوا ستتواع عند أحمد حسن من 2010 ما تفهمش جاب الكلام ده منين المسؤول ده واي كاس اي كاس بتاع بطولة بيقعد عند العين في البيت طب بيعمل ايه بيعمل ايه الكاس في بيت أحمد حسن طلع على طوله وقال لك ايه يا جماعة الخبر ده كد وما حصلش الكلام ده ونزل التويتة دي سخرية وتريقة على المسؤول اللي قال الكلام ده طالما فتحنا الكلام عن تصريحات المسؤولين طلعت اخبار بتقول ان مجدى عبدالغاني بيقول ان الكاس عندي شوء غريب في البيت احنا نعمل بقى قوة ايه البحث عن الكاس ويجيب المفاتش كورومبو زي ما اقول لكم يا عدو في الجبلية ويعملوا عربية كده عربية طوارئ ويطلعوا فيها فريق مكافحة يروح البيت اللي حد يفتن يقولوا ان الكاس عنده يطلعوا يفتشوا فيه وبتوقع عامل الدولة موجودين عادي يروح ودوروا على على الكؤوس في بيوت بقى النجوم والمشاهير الحاج مجدى لما سمع الكلام ده قال لك لا اطلع عامفي واقول ما حصلش اسمعوا مجدى عبدالغان عايز اقول ان ان انا النهاردة الموضوع دوت ناس كتير قوي كلمتني وتليفوني ان انا قلت ان شاوء غريب خد الكاس انا قلت له مسألوك كابتن شاوء غريب فين الكاس يعني اسأله يا كابتن مجدي ما يعني انت مجلس بتقمو طب للتوضيح يا كابتن مجدي عشان طبعا تصريح هو ايه اللي اسأله كابتن شاوء يعني انت بتقول ان الكاس عنده يعني انت بدل ما تقول ان شاوء غريب خد الكاس بتقول لهم اسألوه اسألوه ليه هيسألوه ليه ماهم بيسألوك انت وانتقعدوا مجلس إدارة وقاعد في الاتحاد وانبرطع بقى لك سنين طالما الموضوع دخل في سكة التاريخ والضحك بقى تعالوا نشوفوا الخبر ده ونختم فقرة الدحك النهاردة اهو كاس وداير قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة كأسين للبطولة العربية الحمد لله اسم حلوان لا كأسين من اللي ضيعين ان شاء الله جماعة الفترة الجاية اتحاد الكرة يعني عن مكافأة اللي هيلاقي بقى الكؤوس واللي سرق الكؤوس وراح سلمها لإسم حلوان وياخد مكافأة او سلمهم وبينادعوا بيقولهم يلا جماعة ارموا بقى اتكوا بقى عشان الكسين التانيين موجودين هترصدوا مكافأة محترمة هنروح اي اسم شرطة ونسلم الكؤوس وناخد المكافأة والله يرحم الرياضة المصرية على كده ونقفل احسن بقى من العجن اللي احنا عمالين نشوفه ده لان كتير علينا بصراحة اللي بيحصل ده تامره هندي